وفي خبرنا الأخير أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض أن عدد الذين دخلوا في الإسلام خلال العام المنصرم 1437 للهجرة بلغ 374 شخصا من مختلف الجنسيات المقيمة في نطاق عمل المكتب وأوضح التقرير أن المكتب قام بوضع ركن دعوي بمحطة النقل العام بحي العزيزية وذلك لتوزيع الكتب والمطويات الدعوية على المسافرين وحملات العمرة والحجاج أثناء موسم الحج فيما بلغ عدد الكتب والمطويات التي تم توزيعها خلال العام 387 729 كتابا ومطوية مضيفا أن المكتب أقام خيمة دعوية تضمنت برامجا لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والكتابة وإلقاء كلمات في العقيدة والتوحيد وكلمات في فقه الطهارة حيث بلغ عدد الأنشطة 165 درسا استفاد منها أربعة آلاف وتسعمائة وخمسون شخصا شكرا شكرا